ألف قصة وقصة دخل الأصمعي يوماً على هارون الرشيد بعد غيبة كانت منه فقال له الرشيد يا أصمعي كيف كنت بعدي؟ فقال ما لاقتني بعدك أرض فتبسم الرشيد فلما خرج الناس قال للأصمعي ما معنى قولك ما لاقتني أرض؟ قال ما استقرت بي أرض؟ كما يقال فلان لا يبقي شيئاً أي لا يستقر معه شيء فقال الرشيد هذا حسن ولكن لا ينبغي أن تكلمني بين يدي الناس إلا بما أفهمه فإذا خلوت فعلمني فإنه يقبح بالسلطان ألا يكون عالماً إما أن أسكت فيعلم الناس أني لا أفهم إذ لم أجب وإما أن أجيب بغير الجواب فيعلم من حولي أني لم أفهم ما قلت قال الأصمعي فعلمني الرشيد يومها أكثر مما علمته كان الخوارج إذا أصابوا في طريقهم مسلماً على خلاف معتقدهم قتلوه لأنه عندهم كافر وإذا أصابوا نصرانياً استوصوا به وقالوا احفظوا ذمة نبيكم وقد حكي أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة فشعروا بالخوارج فقال واصل لأهل الرفقة إن هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا ودعوني وإياهم وكانوا قد أشرفوا على العطب فقالوا شأنك فخرج واصل إلى الخوارج فقالوا له ما أنت وأصحابك قال قوم مشركون مستجيرون بكم ليسمعوا كلام الله ويفهموا حدوده قالوا قد أجرناكم قال فعلمونا فجعلوا يعلمونه أحكامهم ويقول واصل قد قبلت أنا ومن معي قالوا فامضوا مصاحبين فقد صرتم إخواننا فقال بل تبلغوننا مأمننا لأن الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا ذلك لكم فساروا معهم بجمعهم حتى أبلغوهم المأمن قال أشعب جاءتني جارية بدينار وقالت هذا وديعة عندك فجعلته بين ثني الفراش فجاءت بعد أيام وقالت بأبي أنت الدينار فقلت ارفعي فراشي وخذي ولده فإنه قد ولد وكنت قد تركت إلى جنبه درهما فأخذت الدرهم وتركت الدينار وعادت بعد أيام فوجدت معه درهما آخر فأخذته وفي الثالثة كذلك وجاءت في الرابعة فلما رأيتها بكيت فقالت ما يبكيك قلت مات دينارك في النفاس فقالت وكيف يكون للدينار نفاس قلت يا ملعونة تصدقين بالولادة ولا تصدقين بالنفاس يحكى أن ابنى لشريح القاضي قال لأبيه إن بيني وبين قوم خصومة فانظر في الأمر فإن كان الحق لي خاصمتهم وإن لم يكن لي لم أخاصم ثم قص قصته عليه فقال شريح انطلق فخاصمهم فانطلق إليهم فخاصمهم فقضى شريح على ابنه فقال ابنه له لما رجع إلى أهله والله لو لم أتقدم إليك بطلب النصح لم ألمك فضحتني يا والدي فقال شريح يا بني والله لأنت أحب إلي منهم ولكن عضل الله أعز علي منك خشيت أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم على مال فتذهب ببعض حقهم فتكون قد أكلت حراما فتحمل نفسك بين يدي الله ما لا تطيق قيل للمتنبي قد شاع عنك من البخل في الآفاق ما قد صار ثمرا بين الرفاق وأنت تمدح في شعرك الكرم وأهله وتذم البخل وأهله ألست القائل ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر ومعلوم أن البخل قبيح ومنك أقبح فإنك تتعاطى كبر النفس وعلو والهمة وطلب الملك والبخل ينافي ذلك فقال إن للبخل سببه وذلك أني أذكر أني وردت في صبايا من الكوفة إلى بغداد فأخذت خمسة دراهم بجانب منديلي وخرجت أمشي في أسواق بغداد فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهة ورأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة فاستحسنتها ونويت أن أشتريها بالدراهم التي معي فتقدمت إليه وقلت بكم تبيع هذه الخمسة بطاطيخ فقال بغير اكتراث اذهب فليس هذا من أكلك فتماسكت معه وقلت يا هذا دع ما يغيظ واقصد الثمن قال ثمنها عشرة دراهم فلشدة ما جبهني به ما استطعت أن أخاطبه في المساومة فوقفت حائرا ودفعت له خمسة دراهم فلم يقبل وإذا بشيخ من التجار قد خرج من الخان ذاهبا إلى داره فوثب إليه صاحب البطيخ من الدكان ودعا له وقال يا مولاي هذا بطيخ باكورة بإجازتك أحمله إلى البيت فقال الشيخ ويحك بكم هذا قال بخمسة دراهم قال بل بدرهمين فباعه الخمسة بدرهمين وحملها إلى داره ودعا له وعاد إلى دكانه مسرورا بما فعل فقلت يا هذا ما رأيت أعجب من جهلك استمت علي في هذا البطيخ وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت قد أعطيتك في ثمنه خمسة دراهم فبيعته بدرهمين محمولا فقال سكت هذا يملك مئة ألف دينار فعلمت حينها أن الناس لا يكرمون أحدا إكرامهم من يعتقدون أنه يملك مئة ألف وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون إن أبو الطيب قد ملك مئة ألف دينار دخل خالد بن صفوان على الخليفة أب العباس السفاح فوجده خاليا فقال يا أمير المؤمنين أنا أترقب مذتقلت الخلافة أن أجدك خاليا فألقي إليك ما أريده قال فاذكر حاجتك فقال يا أمير المؤمنين إني فكرت في أمرك فلم أر من هو في مثل قدرك أقل استمتاعا بالنساء وقد ملكت على نفسك امرأة واحدة واقتصرت عليها فإن مرضت مرضت وإن غابت غبت وإن غضبت حرمت وإنما التلذذ باستطراف الجوار ومعرفة اختلاف أحوالهن والاستمتاع بهن فلو رأيت الطويلة البيضاء والسمراء اللفاء والصفراء العجزاء والغنجة الكحلاء والمؤلدات من المدنيات ذوات الألسنة العذبة والقدود المهفهفة وجعل خالد بعذوبة لفظه واقتداره على الوصف يزيد في قوله فلما فرغ من كلامه قال السفاح له والله يا خالد ما سلك سمعي قط كلام كهذا لقد حرك مني ساكنة وبقي السفاح مفكرا عامة نهاره ثم دخلت عليه زوجته أم سلمة فلما رأته دائما الفكر كثير السهو قليل النشاط قالت إني أنكرك يا أمير المؤمنين فهل حدث ما تكرهه ولم تزل به حتى حدثها بخبر خالد بن صفوان قالت فما قلت لابن كذا وكذا قال لها سبحان الله رجل نصحاني تسبينه فخرجت من عنده متميزة غضبا وأرسلت إلى خالد بجماعة من غلمانها العجم ومعهم العصي وأمرتهم أن لا يتركوا فيه عضوا صحيحا أما خالد فقد انصرف من عند السفاح وهو على غاية السرور بما رأى الخليفة عليه من الإعجاب بحديثه وقعد على باب داره يتوقع جائزته فلم يشعر إلا بالغلمان وتحقق من مجيئهم بالجائزة فلما وقفوا على رأسه سألوه عن ابن صفوان فقال ها أنا ذا فأهوى بعضهم بهراوته إليه فوذهب خالد ودخل داره وغلق بابه واستتر وعرف هفوته وزلته في فعله وكلامه وعلم من أين أتيه ثم إنه مكث أياما مستترا فلم يشعر ذات يوم إلا بجماعة من خدم السفاح قد هجموا عليه فقالوا أجب أمير المؤمنين فأيقن بالهلكة وركب معهم وهو بلا دم فلما دخل عليه وسلم رد عليه فلما سمع رد السلام سكنت نفسه بعض السكون وأومأ إليه بالجلوس فجلس ونظر خالد فإذا خلف ظهر السفاح باب عليه ستور قد أرخيت وأحس بحركة خلفه ثم قال الخليفة يا خالد لم أرك منذ أيام فاعتل عليه فقال له ويحك إنك وصفت لي آخر يوم كنت عندي فيه من أمر النساء والجوار ما لم يخرق سمعي قط مثله فأعده عليه قال نعم أعلمتك يا أمير المؤمنين أن العرب اشتقت اسم الضرتين من الضر وأن أحدهم لم يكن عنده من النساء أكثر من واحدة إلا كان في جهد وكد قال السفاح ويحك لم يكن هذا في كلامك قال بلى وأخبرتك أن الثلاث من النساء كأثافي القدر تغلي عليهم قال السفاح بريئت من قرابتي إن كنت سمعت هذا منك في حديث قال بلى وأخبرتك أن الأربع من النساء شر مجموع لمن كن عنده يهرمنه وينغصن عليه عيشه ويشيبنه قبل حينه قال السفاح والله ما سمعت هذا قط منك ولا من غيرك قال بلى يا أمير المؤمنين لقد قلت قال ويلك تكذبني قال يا أمير المؤمنين فتريد قتلي فسمع ضحك شديد وراء الستر فقال خالد وأعلمتك أن عندك ريحانة قريش وأنه لا يجب أن تطمح نفسك يا سيدي إلى غيرها من النساء فسمع من وراء الستر صوت يقول صدقت والله يا عما لكن أمير المؤمنين غير وبدل ونطق عن لسانك بغير ما ذكرته وخرج خالد إلى منزله فلم يصل إليه حتى وجهت إليه أم سلمة ثلاثة تخوت فيها أنواع الثياب وخمسة آلاف ذرهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة